في دراما رمضان عايشنا مع شخصيتين شخصية بتطل عليك أو الشخصيتين كلهم بهجة دحكة وبسمة وهو معروف بأداءه دايماً اللي فيه ارتجال وفي مصر بنقول عليه إفهات إفهات يعني إنه يقدر يطلع كلمة جملة بخف الدم والناس تحفظها طول الوقت معروف جداً بأداءه للشخصيات دي لكن فجئنا باختياره كمحامي في عمل مهم جداً عمل يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية للمرأة مع النجمة نيلي كريم ومسلسل فاتن أمل حربي دور المحامي اللي بيحاول طول الوقت يحللها مشاكلها ولكن بطريقة وخف الدمه ودخوله على السوشيال ميديا وطبعاً اسمه شيكيب فما تخيلوا بقى شيكيبي بقى عمل إزاي الدور الثاني مختلف شخصية مدرس مدرس رياضيات أو ماث أو مادة الحساب زي ما بنقول إزاي يقدر يوصل ده ميستر فايز الشخصيتين مختلفين تماماً من الرياضة والحساب لمحامي في قانون ومحكمة وقانون يهتم جداً بالمرأة قانون الأحوال الشخصية إدر إزاي يعمل الفرق؟ ده اللي خلانا نيجي بالكاميرا هنا في المسرح ونسأله ونشوف حكاية رمضان مع شيكيب وميستر فايز في بيت للكل أنا مدرس يخش بيتي ويعمل فهي اللي بعمله في النهر وكمان أجيب له شاي وكيك السلوجن بتاعنا خد نصيحة مجاني وتعالى تاني إلى اللقاء هو فنان عموماً يعني من أكتر الفنان في جيله معروف بخفة دمه معروف بالبهجة معروف بالضحكة وليه أسلوبه المميز تسمعوا راديو تشوفوا تليفزيون تقابلوا في أي مكان تعرف أن أنت حتلتقي بنجم الكوميديا الفنان محمد صاروات مساء الخير مساء النور يا فنان منورنا الله إيه خليك ده نور وأنا جاية متحفزة لك جدا ليه؟ لا إيه يعني من كتر ما بتفرج عليك كل يوم أولاً أنت في رمضان عشرين اتنين وعشرين بتقدم شخصيتين مختلفين على معد تماماً فكلمني عن فتن أمل حربي وعن دايماً عامر ده فعلاً الشخصيتين شكيب ومستر شكيب الإسكندران المحامي أيوة مستر فايز وفايز مدرس الرياضة دايماً عامر هم شخصيتين مختلفين عموماً الشخصية الأولينية فايز مدرس الرياضة أنا أول مرة أعمل مدرس الرياضة في حياة الفنانية عموماً يعني بس لما الدول اتعرض علي كنتش هترف الرياضة؟ لا حسيتها معرفس ليه؟ آه جدوى للضرب وشكراً صحبة قوي آه ده فاق فالشخصية مختلفة تماماً لما جيت أريز الشخصية في المسلسل لقيت أن هي مستفزة فأنين أنت تعمليها فعلاً إزاي تقديم مدرس الرياضة الموجود دلوقتي اللي ممكن يطلع منه كوميدي بس بطريقة دلوقتي مش كلشي اللي هو القديم بخلاف أنه هو مدرس بيحاول على قد ما يدر أنه هو يوصل المعلومة للطالب بطريقة مبتكرة ألا وهيد هي أنه هو بيغني المنهج يعني الغنية اللي هي بتاعة شيكة شيكة دادة هنقفل الرياضة أيوة ولاد كلهم بيغنوها دلوقتي الحمد لله رب العالمين والله ده يعني أنها لقت صدى عند الناس ده حاجة جميلة جداً ولأن الرياضة مادة صعبة يعني الولاد دايماً عندهم مشكلة في الماث أو في الرياضة ده فعلاً فهي مادة صعبة فيمكن برضو تكون طريقة أن الناس تفكر أنه يدخل الغنى يسهل الدنيا يعني هو المدرس في المسلسل ابتكر شخصية أو ابتكر قصد طريقة أنه هو يحاول يوصل المعلومة للطالب في إطار غنائي اللي هو لو غناله مثلاً القانون الفلاني أو الطريقة الفلانية الحالي المسألة الفلانية هتلسبك في المهو أكتر فبالتالي هو فكر على قد ما قدرته أو على قد تفكيره أنه هو يطور الشغلان فدي شخصية جميلة جداً عادت ما حد من المدرسين؟ أو يعني روحت للسكة إزاي؟ روحت للسكة إزاي؟ لا، هو فيه طبعاً شخصيات في ذكاتنا طبعاً المدرسين نحن عادنا معهم سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو السنوية ما ننساهمش أبداً يعني فبالتالي هو فايز فيه شوية من اللي أنا كنت تفكره من المدرسين اللي أنا كنت تفكره طريقة الكلام لازمات معينة وهو بيشرح لكنات لكنة لو فيه لكنة مميزة يعني فبالتالي الحمد لله أنا عملت شخصية زي ديك لها دور في المسلسل أو ليها فعلية في الأحداث ذات نفسها خصوصاً أنه هو في المسلسل بيتامل عليه زي عملية هيك تاخذ منه الامتحانات فده المفروض أنه هو وده بيحصل في الواقع ده بيحصل في الواقع لأن كده كده الطلبة بقوا مش أسكى ولكن أكثر مواكبة في عصر التكنولوج اللي إحنا فيه أكيد والمدرس واقف زي ما هو ما كان صح لي يا ابن التوهوة فوّعوا خدوا أهوة سادة ذكروا ما لازمي بزيادة هتلاقوا فيها إفادة ده نفعية وحش الرياضة شكا شكا ساعدنا بلقاعكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم الحصة خلصت وكاد جبر وجبر الخواتر على الله ناستون السماعة في مسلسل دايماً عامر يعني بحس إن فيه كواليس كتيرة جداً يعني أنا متخيلة إنه كان لازم يكون فيه كاميرا غير الكاميرا اللي احنا متفرج عليه لأن انتو سواحين في مصر ده فعلاً يعني وباين بتلفوا مجميع ده فعلاً أطفال ومدرسين والكرو رحلة رحلة المدرسية اللي بتعملوها كل يوم هو هو أعتقد إنه هو كواليس المسلسل هي هي الشغل اللي كان في المسلسل يعني فيه اللي هي الرحلة بتاعت القصر وأصوان كان معانا ست النظرة طبعاً أستاذة طبعاً غلبتوها إنها ست النظرة فعلاً المدرسين كانوا بيتعاملوا برضو نفس الحكاية أنا برضو كنت زي ما تقول ماسك الشخصية أنا ومحمد محمود طبعاً مدرس اللغة العربية فبالتالي فيه صداقة بينهم فكذا كان بيحصل في الكواليس يعني أعتقد كان فيه فيديو نزل اللي هو بقول أستاذة اللي بلبت كويس اللي انت جتي العز به عشان تيجي تشوفي مالك وحالك وخصوصاً الهنم الصغيرة على ميرنة نور الدين إنها بنتها يعني بنيم اللي حكاية من ده ففيه لا مهوكس كويساتي مجدي الهواري كمخرج يعني كان دماغه برضو حتشت منه في الكواليس إنه كان بيجمعنا من المعبد مجدي الهواري كان حريص على إيه يقولكو إيه علشان انتو مدرسين برضو يعني بصي هو الواحد طبعاً مبسوط إنه هو أشتغل في وسط كاوكبة فنية زي ديت أستاذ مصطفى شعبان أستاذ صلاح عبدالله أستاذ أليب ليبة ميرنة نور الدين شامي كريم عفيفي مش عايزة نسى حد بس أنا متأكدة في إفيهات راحت يحرم في الكواليس أنا عايزين نجيبها أنا عايزين نسجلها أساساً الزبتة نجيبها مصطفى شعبان أنا بالنسبة لي أنا مبسوط جداً طبعاً أنا اشتغلت مع يعني ميجا ستار زي مصطفى شعبان ممثل جميل جداً طبعاً بيحاسب على اختياراته إمكانية إنه هو يعمل شخصيات متنوعة إنه هو يظهر على الشاشة مختلف تماماً عن السنة اللي فاتت بيتكلم في قضية فعلاً تهم الناس وتهم المجتمع فده حاجة جميلة جداً مجد الهواري بقى يعني كمخرج طبعاً إمكانية السيطرة على هؤلاء النجوم وإنه هو يظهرهم بمظهر جميل جداً يليه بـ نجوم والطلبة وأولئة الأمور وأولئة الأمور في الكواليس وفي الحياة كم هائل من الموصلين يعني خصوصاً النجوم اللي موجودين بخلاف أن فيه طلبة فعلاً عندهم حكايات جوه العمل فإمكانية السيطرة على دوت وإبرازه بشكل فني جميل جداً يليه بالنجوم اللي معاه فده حاجة جميلة جداً طبعاً المسلسل الفاتن أمل حربي السناء دي الحقيقة من أهم ممسلسلات رمضان وأنت عامل دور صعبة كمان دور شكيب فالدور يعني السكة اللي أخذ بها دور مين اللي إدث السكة ويبقى فيها شوية من الكوميديا تخفف شوية من المشاهد الصعبة بتاعت القهر والزلم مش أول عمل تعمل مع ماندل عاجل أول عمل كان صاحب المقام وتاني عمل كان السنة اللي فاتت اللي هو بين السماء والأرض شخصية جلالة أبو الوفد طبعاً أول مرة معانيلي تعمل حاجة؟ أول مرة معانيلي أول مرة معانيلي والمناسبة هي ممثلة جميلة جداً جداً ممثلة بتعرف تنقل حاجة اللي تعرف تتكلم بيها مع الناس أو القضايا اللي هي بتهم الناس بتهم المجتمع ممثلة عرفة تعزف على أدواتها الفنية إزاي حصل كيميا يعني إحنا شوفنا في المسلسل كيميا حلوة بينك وبين نيلي يعني نيلي بتقدم عمل جاد جداً وبتبقى يعني مش طيقة نفسها في المحكمة بس أعتقد وجودك جنبها كان بيخليها شوية عندها بسمع لو الشهل ده كان مقصود هو مقصود لأنه هو لازم يحصل زي ما تقولي عشرة ما بين فاتن أمل حربي وشكيب الإسكندراني بحكم النقية بتشوفه كل يوم بتحكيله على مشاكلها لو فيه قواضي أكيد مصرية هو ما سكها لها فبالتالي لازم يحصل نوع من التعاطف بينه وبين فاتن أمل حربي أول يوم تصوير الكيميا طلعت إزاي؟ والله تلقى كده بالبركة مفروض أن الدور فاتن أمل حربي بتتعرض بقى للأزمات والمشاكل وعايزة طبعاً وتاخد حل في قضيتها الكبيرة لكن كمان هي ظروفها صعبة فكان لازم تاخد محامي على قد حلها فشكيب أولاً مش محامي بس على قد حلو لكن محامي مودرن بتعامل مع السوشيال ميديا وشوفنا مشاهد وأنت بتتكلم مع السوشيال ميديا فمحامي برضو مختلف إزاي إزاي روحت له إزاي قلت محامي كده أولاً ده من ضمن الحاجات اللي هي خلتني اللي أنا قبل الدور عموماً يعني لأن أنا الترشيح جالي من مندو قعدت مع مندو قعدت جلسات عمل لي يعني طبعاً واتفقنا على شكل الشخصية طريقة الكلام هو عامل إزاي هل كان متمرمض في المحامي قبلها إلى أن عمل المكتب هو إزاي طريقته عامل إزاي أواضي ذات نفسها اللي كانت قبل فاتن أمل حربي عامل إزاي طريقة الكلام الإفهات ذات نفسها اللي موجودة خصوصاً أنه هو يعتبر البسمة الوحيدة اللي موجودة في المسلسط الإفهات دي كانت بتاعتك أكيد دستورية العليا اللي أنت حسست الناس خلاص دي أصبحت عارفة إن كده بقت الدستورية العليا على طول فيعني أعتقد دي كانت خاصة لك أو فيه مشاهد طبعاً كان لازم يقف فيها إفهات تخفف حدة الموضوع وفيه مشاهد طبعاً ما ينفعش فيها الحاجات دي خلال أو ما ينفعش فيها فيها جدية أو فيها جدية ودي المرونة اللي في دور شكيب الإسكندراني اللي هي استفزت في فنين اللي أنا أعمل شكيب الإسكندراني المحامي أو الاختلاف اللي كان ما بينه وما بين ردي عبتوا بالمحامي فالحمد لله رب العالمين أنه صدمة عن الناس خلوة جداً جداً الناس كانت حابة شكيب الإسكندراني يظهر في حاجاته ومستنية منه إفه حتى لو فيه أيها بالزبط حيشوف حيعمل هي وصلنا لختام حلقتنا النهاردة اللي قلنا فيها إزاي حضرتك ترفعي دعوة تمكين من شاءة الزوجية خاصة لو أنت حاضنة استنونا الحلقة الجاية عشان نقولكم يا رجالة إزاي تفسدوا قضية التمكين من منزل الزوجية حتى لو المدام حاضنة ساعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم كان معكم شكيب الإسكندراني وزي ما احنا متعودين لازم ندوس على الجرز عشان يعمل تنتن والفولور يزيدوا ونزيد بيكون وطبعا السلوجن بتاعنا خد نصيحة مجاني وتعالى تاني إلى اللقاء أنا قبل ما اختم عايزة منك حاجة تخيل كده أنا أم طالبة عند مستر فايز خلاص بس أنت حتقول لها حتقول للكاميرا لشكيب أن أنا حبعت لك أنت مستر فايز وحتبعت أم الطالبة دي عندها قضية هتروح لشكيب وأنت مستر فايز يعني أنت عايزاني بطريقة مستر فايز فايز بيكلم شكيب وشكيب بيسمع وشكيب بيسمع ويرد عليه عشان كده نختم رمضان على خير وكده كمان ده كل مشاهدين في دول العالم العربي يكونوا بيتابعوك في بيت للكرح حاضر مساء الخير أستاذ شكيب الإسكندراني في أم طالب عندي عايزة تيجي تعمل قضية بتاعة نفقة وأنا اديتها أنمريتك تحت أمرك فايز بيه عناية ابعتلي بس ميسج على الصفحة عندي وبعد كده أدوس جرس عشان يعمل تنتن والفلورز يزيده ويزيد بيكم ساعدنا بلقاءكم ونرجو أنكم قد أسعدناكم أنا مشكورك جدا فنان محمد صرت ودايما للأمام الله يخليك يا فنان محمد صيد جدا أنا كنت مبسوط معك النهاردة في البرنامج بجد كل سنة وانت طيب الله يخليك وقول انت طيب في ختام لقاءنا اليوم نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بكل الجوالات العربية اللي قدمناها على مدار شهر رمضان الكريم كنا معاكم في الأردن كنا معاكم في العراق في فلسطين ونختم معكم الليلة من القاهرة ومن مصر أهلا وسهلا بكم دائما في بيت للكل